تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله العظيم وأتوب إليه فقالت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فأكثروا يا إخوة وأخوات من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه ولا تنسوني من صالح الدعاء ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته السلام عليكم